شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره العراقي محمد شيع السوداني توقيع على 11 وثيقة تعاون بين البلدين عقب انتهاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة بين البنك المركزي العراقي وأجهز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر بمصر لتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية لتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية ووزارة التجارة والصناعة المصرية بشأن تعاون الفني بهدف الاندمام إلى منظمة التجارة العالمية